رجوعا وإن كنت مش عايزة أشغل بالي وإن كنت شايف أنه أسوأ السيناريوهات فيما يتعلق بمبارات نهائي دوري الأبطال أنها تتلعب في المغرب فأنا الحقيقة ما عنديش كمان من ناحية تانية حاجة تقلقني يعني حتى لو اتلعبت في مركب محمد الخامس خدوا بالكم الأهلي في الثلاث نسخ اللي فاتوا دول يعني النسخ اللي احنا بنلعبها والنسختين اللي فاتوا وسوبر أفريقيا قابل كبار المغرب في كرة القدم يعني يعني قابلنا الوداد في النجمة التسعة وقدرنا أن احنا تخطى زهابا وإيابا كسبناهم في المغرب في ملعبهم وسط جمهورهم ورجعنا كررنا الفوز عليهم مرة تانية في القاهرة فريق الرجاء البيضاوي مع كامل التقدير والاحترام قابلنا في نسختين أو بطولتين مختلفتين مرة في بطولة السوبر وقدرنا كمان أن احنا نحقق لقب غالي على حساب بطل المغرب ومرة في النسخة الحالية من بطولة دولي الأبطال وقدرنا كمان أن احنا نقصي الرجاء من دور التمانين كلها فرق محترمة كلها فرق كبيرة عندهم أسماء محترمة على عالي مستوى دايما بنعملهم حساب وأنا قلت لحضراتكم من البداية أنه سانداونز الأهلي المصري الرجاء والوداد المغربي لتنين أو يعني الأبطال المغرب الفرقتين المغربيين لتنين دول مع الأهلي وسانداونز من بداية البطولة خالص ونرجع يعني كل الكلام موجود على صفحاتنا على السوشيال ميديا هم الأقرب للوصول طرفين منهم أو فرقتين منهم حيوصلوا للمباراة النهائية وقد كان حقيقة يمكن سانداونز أخفق في الوصول كنت أتوقع أنه الأهلي قبل سانداونز في مشوار البطولة دي لكن في النهاية الوداد مش جديد علينا وعندي ثقة كمان كبيرة جدا فإنه حتى لو المطش ده تلعب في المغرب جماهيل الأهلي مش بس اللي موجودة في مصر اللي موجودة في مصر واللي موجودة في المغرب واللي موجودة في تونس واللي موجودة في الجزائر ممكن جدا تملى ملعب مركب الخامس كله مش نصه بس زي ما هو متوقع على كل أحوال